الفقرة دي هقول تعظيم السلام تعظيم السلام لمين؟ لجمهور النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي العظيمة أنا شخصياً وحنا لك عملت طب للجمهور تبقى والله العظيم ثلاثة أنا جمهورنا الأهلي ما احترامي لكل عندية مصر وكل عندية ما شفتش جمهور زي جمهورنا الأهلي فعلاً هو الظهر هو السند فعلاً جمهورنا ده حماء على الحلوة والمرة ومعاه الجمهور ده ليه بقول جمهور النادي الأهلي؟ لأن جمهور النادي الأهلي اللي صنع اسم الكيان وهفضل أقول هو اللي صنع اسم الكيان لأن النادي الأهلي جمهوره ده أنا وأنا في الملعب لما كنت أسمع كلمة يا مصطفى يا مصطفى والله العظيم ثلاثة بقولك أكنك حطيت شرارة في جسمي ما بحسش عشان كده بقول للناس اللعبين اللعب والنادي الأهلي على مدار التاريخ اللي بيطلع يتكلم كلمة بشكويسة عن نادي الأهلي أو اللي بيقول أي كلام يعني هلفات اللي احنا بنسمعها دية على النادي الأهلي أو على رموز النادي الأهلي بقول لهم عيب يا جماعة لأن ما فيش كلام كده يتقال عن نادي الأهلي نادي الأهلي ده اللي خيره علينا كلنا وخيره عليكم انت ما بتتكلمه بتتكلمه على أعظم نادي في الكون على أعظم جمهور وانزا ما قلت لكم والله العظيم أنا مبقللش من أي حد خالص أنا بدي عاوز أدن للنادي الأهلي حق وزا ما داني حقي بزيادة قوي 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 وده ما فيش غير النادي الأهلي اللي شفناه لما رجع تاني الجمهور للمدرجات شفتوا عمل إيه شفتوا في العين عمل إيه شفتوا في الكويت عمل إيه شفتوا في أي حتة في الدنيا بيعمل إيه جمهور النادي الأهلي في كل مكان سواء بره مصر أو جوه مصر وشفنا الحاجات الخيالية زي ما أولوكم في بطولة الكويت البطولة العربية لكورة السلة وشفنا جمهور رهيب مرعب بيهز جبال بيحرج الحجر جمهور يستحق مننا إن إحنا نفع أعمل أي حاجة حلوة علشان نفرحه شفوا الجمهور عمل إزاي في العين شفتوا النادي الأهلي والجمهور لما كان بيلعب في بطولة الدور العام بتاعة رابط الأندية السنة اللي فاتت شفتوا قد إيه الجمهور راح ناشئين مش هميمهم هم همهم وقفوا وراء الكيان دي إحنا نشيل الجمهور ده فوق رأسنا أيوا نشيل الجمهور ده فوق رأسنا عشان كده بقول اللعيبة اللي موجودة حالية في كل الألعاب شكرت الخدم بس احمدوا ربنا إن انتم معاكم جماهير زي جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي دي حاجة بولكم حاجة تحرك الحجر من أهم مشاهدات 22 سنة 22 حقيقة جمهور مصر في الكويت بقول جمهور مصر إن كان أهلي وزمالك وإسماعيلي وكل واقف مع النادي الأهلي في البطولة العربية تعالوا شوفوا مع بعض التقرير ده مع جماهير النادي الأهلي وجماهير مصر كلها في البطولة العربية للسلة في دولة القويت الشقيقة تعالوا شوفوا كان رد فعلي الناس عاملة إزاي شوفوا قد دي سلة كرة سلة بشكل كرة قدم لما شوفوا المنتخبات بتروح بره وبتلعب والكلام ده كله الجمهور بتعمل النادي بقول لكم دي كرة سلة شوفوا قد دي جماهير النادي الأهلي ومن هنا احنا برضو بنشكر رجال الأعمال زي عزة تسيدهم وفيه تاني المهندس إبراهيم اللي هم اشتروا جزء من التذاكر ان التذاكرت غالية شوية ودوها الجماهير النادي الأهلي ودخلوا بيها ومور النادي الأهلي برضو قول برضو كان هناك حاجة تشرح القلب وتفرح الرح وتخليك تطمئن على هذا الكيان العظيم مش بقول لكم ان جمهور النادي الأهلي هو السند تعالوا شوف جمهور النادي الأهلي عمل ايه في مباراة النادي الأهلي مع بنفيكا وطولة العلم بكرة اليد بصوت المعلق السعودي الأستاذ حسين الأحمد خصوصا كانت آخر لقطة في مباراة النادي الأهلي وبنفيكا انتوا طبعا فاكرين النادي الأهلي وبنفيكا بتاع 3-2 بتاع جيد الستينات كابتن طه اسماعيل وكابتن بلعفتاح وكابتن صلح وكابتن عدل هيكل عمل وشو ما حصلش وفزنا على بنفيكا ايضا نجمنا في كرة اليد النادي الأهلي فازوا على بنفيكا بطل أوروبا في المباراة اللي هي كانت دور قبل النهائي في بطولة كاس العالم لكرة اليد في السعودية تعالوا شوفوا عظمة جمهورنا عامل ازاي اشتركوا في القناة افرحوا يا أهلي نصف العالم يا أهلي وين لا 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 شفتوا الفرحة للجمايير شفتوا المعلق السعودي وجماله وهو بيتكلم عن نادي الأهلي اه ده بقى ايه انا هيقولك لو شجع أهلي ومشجع زمالك ده الراجل بيحب الأمة العربية ايه ان النادي الأهلي بيتشرف الأمة العربية والله العظيم احنا بقولوا الكلام ده واتمنى ان كل انديت مصر تشرف على القارة الافريقية وقارة اسيا وقارة اوروبا وكل الكلام ده يا جماعة والله العظيم تلاته النادي الاهلي ده بقى مصدر السعادة هي فيه ناس هتزعل مني انا بقولي الكلام ده والناس دي لما بيحبوا الاهلي كده انا مش عارف اقول ايه انا مهما كلمت عن النادي الاهلي والسر الخلطة اللي هي العلاقة العجيبة بين النادي وجمهوره ده جمهور النادي الاهلي بقولكم جمهور الاهلي ده هو اللاعب رقم واحد مش لاعب رقم اتنشر زي ما بيتقلب لكده لا انا بقولكم من وجه اتنظر انا هو اللاعب رقم واحد جمهور النادي الاهلي تحس ان حاجة مختلفة عن اي جمهور اخر انا بكلمكم عن اللي انا عشت بيه واللي انا عشت فيه والجمهور وقف معايا فيه ومهور عشق القيان اي حاجة فيها اهلي هتلاقي تحية لجمهور النادي الاهلي اللي فعلا على الحلوة والمرة معاه في كل مكان على سطح الكرة الارضية